هي أزمة جديدة إذن تدخلها بيروت عنوانها محور الصهاريش في إشارة لدخول شاحنات الوقود الإيراني إلى لبنان وهنا حاولت ميليشيا حزب الله الظهور بصورة المنقذ للبلاد والعباد في حين هي نفسها المتهمة بتفاقم الأزمات في لبنان سياسياً واقتصادياً وأمنياً حيث تعالت انتقادات بين عدد كبير من اللبنانيين لدخول صهاريش الوقود الإيراني تحت مرأة دولة الصامتة وفي غياب أي موقف رسمي سطوة جلية تجلت في هذا المشهد مشهد ليس لحرب وإنما هي قذائف الار بي جي تطلقها عناصر الميليشيا فرحاً بدخول هذه الشاحنات من جانبه اعتبر النائب اللبناني عن حزب الكتائب سامي لجميل أن النفط الإيراني يمر كما تمر الأسلحة والمقاتلون أيضاً عبر الحدود من دون اعتبار للدولة قائلاً إن الحكومة الجديدة بمسؤوليها هي بموقع المتفرج يغطون قرار سيد الدولة في إشارة إلى زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله ليس إنجازاً هو ما قامت به ميليشيا حزب الله هذا ما صرح به الوزير السابق أشرف ريفي قائلاً إن إدخال حزب الله النفط الإيراني بطريقة غير شرعية يعني أن لبنان بات ضمن الدول الفاشلة رغم تأكيد خبراء أن كمية الوقود الداخلة تكفي لبنان لأربعة أيام وست ساعات فقط وذلك في حال توليد الكهرباء على مدار 24 ساعة على المستوى الدولي رأت مرشحة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب مساعد وزير الخارجية باربرا ليف أن شاحنات النفط الإيراني تلك مجرد حيلة من حزب الله المدعوم إيرانياً بهدف تحسين سمعته مؤكدة أنها لن تحل مشكلات لبنان العميقة في الطاقة والاقتصاد وختاماً ها هي لبنان تدخل أزمة تضاف لأزماتها المعقدة المتعاقبة ومن يدري ربما يسبب هذا الفعل ردة فعل دولية تتمثل بفرض عقوبات جديدة على بيروت